بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية ورد إلينا هذا السؤال متى فرض صيام رمضان وكم سنة صامها النبي صلى الله عليه وسلم وهل تشترط النية للصيام أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن صيام رمضان فرض في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة يعني سيدنا النبي لم يصم في مكة إنما صام في المدينة المنورة نورها الله برسول الله سنة اتنين هجرية طيب سيدنا النبي انتقل في أول حداشر يبقى كم سنة صامها حضرة النبي تسع سنوات صام تسع سنين صلى الله عليه وسلم طيب هل يشترط النية للصيام آه يشترط النية لأن النية ركن من أركان الصيام الصيام له ركنين النية والإمساك لازم تنوي الصيام طيب أنوي عم الشيخ كل ليلة بالليل ولا أنوي في أول رمضان قالوا العلماء يجوز أن تنوي للشهر كاملا يعني أول ليلة في رمضان تنوي أن أنت هتصوم الشهر كامل وقال بعض العلماء والقيام للصحور كل ليلة يعتبر نية لما تقومت الصحر أنت كده بتنوي إيه بتنوي الصيام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله جل وعلا يقول في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يبقى رمضان فرض صيامه في شهر شعبان سنة اثنين هجرية وسيدنا النبي صام تسع رمضانات تسع سنوات صامهم حضرة النبي والنية شرط لصحة الصيام أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته